عندما يصمت الرصاص تزدحم أسواق الخرطوم التي نجت من القذائف الطائشة في الأزمات والحرب يزداد تهافت الناس على الغذاء يصبح أكثر ندرة ويحتفظون به لأنفسهم يخزنونه خشية أن لا تخمد نيران القتال في وقت قريب فيجوعون لكن في هذه البلدة السودانية على الطريق إلى بورت سودان أهلها يجودون بطعامهم على الهاربين من المعارك المستعرة على امتداد المسالك التي يعبرها الفارون من الاشتباكات في الخرطوم ومدن أخرى ملتهبة انتشرت سريعا مبادرات فردية وجماعية لمساعدة المحتاجين أخواننا في ظروف صعبة على السفر ونازلين في الحارة وما عندهم ماء ولا عندهم ما كان اتبعت الآراء على صنغ الدمون ومساعدة والوجبة خليل كده إن شاء الله تصدروا معه لنا لا تقتصر المساعدات على توزيع الماء والغذاء والقهوة على المسافرين فحسب في وادي حلفة على الطريق نحو الحدود المصرية توفر مبادرات شعبية المأوى لهم أيضا نرحب بالضيوف الكرام هذا يعني بلدهم وشنوه يعني هما غريبين على المنطقة يعني هما المنطقة حقتهم ونحن في خدمتهم يعني زي ما بقولوا البيت هو الدار واحد يعني كرم سوداني أشهد به فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان في تغريدة على موقع تويتر شكرا لكل السودانيين الذين ساعدوا قافلة إجلاء الأمم المتحدة خلال الرحلة الطويلة من الخرطوم إلى بورت سودان حتى من خلال تقديم القهوة رغم انهيار شبكة الإنترنت في السودان بشكل شبه كامل فإن مواقع التواصل الاجتماعي السودانية في الداخل كما في الخارج تكاد تنفجر بمبادرات التكافل لجان الأحياء الشعبية التي ظهرت في الخرطوم ومدن أخرى غداة الإطاحة بنظام البشير شكلت مجموعات تآزر على مواقع التواصل الاجتماعي يطلق أعضاء هذه المجموعات نداءات استغاثة على الإنترنت في الميدان يغامر متطوعون بحياتهم لإيصال الدواء إلى مرضى حاصرهم الرصاص في بيوتهم ومساعدة فقراء تتضاعف أعدادهم وتكثر احتياجاتهم